موسيقى موسيقى يا أهلا من كل حضراتكم من جديد قلتلكم أنا في مقدمة حلقتنا النهاردة أنه يعني عن جهل مني أنا ما كنتش أعرف أن صيد السمك بتتنظم له مسابقات وفعليات وبتقام بطولات وكمان كل ده بيتم تحت مظلة اتحاد مصري متخصص في هذا الأمر كنت بتكلم أثناء الفاصل مع ضيفي العزيزي المنورني مشرفني في حلقتنا النهاردة عن البحر وانعكسات البحر من زاوية واحد اسكندراني بقى وفكرة الصيد وانعكساتها الإيجابية على الحالة المزاجية هنا بنتكلم على الصيد حتى كهواية أو كغية عند ناس كتير فقرتنا دي هنتكلم فيها مع حضراتكم عن رياضة صيد الأسماك وطبعا يعني ناس كتير يعتقد زي حالتي ما كانتش تعرف أن هي نوع من أنواع الرياضات الاحترافية وبتمتنظم لها مسابقات تحت مظلة الاتحاد المصري لصيد السمك هنتعرف على كل هذه التفاصيل من ضفتنا اللي منورنا المهندس هشام فريد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك يا صباح الفل على حضرتك صباح الخير أخبار حضرتك كل بخير والله الحمد لله منور الدنيا كل ده الله يخليك نورك شرف لي أن أنا أكون متواجد معك وأكون متواجد في قناة الأهلي منور قناة الأهلي وأسعدتني بوجودك الكريم الله يخليك تعالي نبتدي من أول الاتحاد وتم إنشاء الاتحاد إمتى وخلفية الإنشاء عملت زي الاتحاد قديم يعني اتحاد مش جديد الاتحاد تم إنشاؤه سنة 1982 يعني بقى له دلوقتي حوالي اتحاد وليد لا ده بقى له أكتر من 40 سنة وفي 2006 بقى تإنشاء يعني تم الاعتراف به مش الاعتراف به وكان معترف به تم إشهاره هو مشهر من 82 وما الإن اللي تم بقى ترابع كده كان الأول حاجة اسمها اتحاد نوعي وبعد كده بقى اتحاد رياضي اتحاد النوعي بيبقى نزل تحت ما ظلت اتحاد تاني أو كده دلوقتي بقى اتحاد مستقل بذاته من 2006 يعني برضو من حوالي 7 طبع عندنا كتير من الصيادين المحترفين ولا سيما من أهالي المدر السحلية اللي وصلت بالنسبة لهم ده جزء من موروثهم حياة طبع بتلاقوا فعلا ان في مهارات استثنائية موجودة عند محافظات معينة أكتر من محافظات تانية طبعا المحافظات السحلية قاوية لأن بيبقى القاعدة بتاعت الممارسين أكتر بكتير بحكم تواجد الملعب بتاعهم يعني احنا كرياضة صدي الأسماك طبعا ملعبنا البحر طبعا بحكم ان الملعب موجود طبعا في قاعدة كبيرة فبتلاقي العدد المورسين أكبر وبالتالي في مهارات طبعا بتبقى استثنائية طب المسابعاتنا بسابقة أو البطولات بتبقى عاملة ازاي وقوانينها ايه البطولات بتبقى احنا بنعمل بطولات جمهورية بطولة جمهورية بنعمل بطولة الكاس بنعمل بطولات تانية في ملاطق سحلية في اسكندرية أو في ملاطق مثلا منتجعات جنب الغردقة بتبقى طبعا مجموعة الفرق طبعا احنا كل أعضاء الاتحاد هي أندية يعني كل الأندية اللي هي الرياضية معدل أهلي طب ده اسمو كلام لا ان شاء الله الوضع زي اتغير عن قريب ان شاء الله الأندية دي بيبقى عندها فرق فرق رياضية بتتكون بتشترك في مسابقات الاتحاد عندنا قواعد عندنا قواعد للمسابقات الناس ازاي بتقدر عشان نقدر في المسابقات دي مين حدد مين مين اللي فايز فبتبقى الفرق كلها بتتسابق مثلا لمدة يومين أو ثلاثة وبن في الآخر بنشوف مين في نظام حساب للنقط ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ عندنا مبدأ أساسي الأول لازم نتكلم عنه عشان نوصل لازاي؟ ماشي نتكلم عنه؟ احنا رياضة حلو الرياضة مش هدفها ان انت تصطاد أكبر كمية سمك انا تخيلت كده أمال ايه بقى؟ لا لازم أولا في قواعد احنا عندنا نقطة مهمة جدا زي ما قلت لحضرتك ملعبنا البحر تمام فاحنا أول حاجة لازم نحافظ على ملعبنا بمعنى؟ بمعنى يعني قواسك سلالات ندرة من الأسماك سلالات ندرة من الأسماك أحجام صغيرة من الأسماك ترجع تاني للبحر سلالات ندرة من الأسماك لا ما يفعش نصطادها لازم نعمل لها حاجة اسمها صد وإطلاق أحجام صغيرة طبع ما يفعش نصطادها ترجعوها البحر تاني عشان تعيش وتكبر كانوا من أنواع المحافظة على البيئة ومحافظة على أنواع السمكية ومحافظة على السروة السمكية لأن السروة السمكية دي مش دي لنا والأولادنا يعني دايما المبدأ كده لا خلي السمكة لبكرة يعني بفرحش بيها أنها تجيب سمكة صغيرة أو أتافر أو ندرة لا خليها لبكرة فخواعد الاتحاد عندنا بنقول ما تستطش أكتر من سمكتين من نوع واحد يعني ما تروحش مثلا تجيب لي خمس ست عشر سمكات من نوع وتقول لي أنا جبت سمك كتير فأنا كذبان لا أنا مش هحسب لك الكلام ده يعني هو الصياد بنائي يعني بخلاف نوع الطعم المستخدم فبيكذب أنواع معينة من الأسماك لكن بشكل عبدا ده رزق برضو زي ما بيتاني ما هو ده رزق بس المبدأ خلي السمكة لبكرة يعني بلاش أوفر فيشينج أو مرد سد أسبح المسترح ده بلاش نجور على البيئة بتاعتنا لأن دي سروتنا وسروت أولادنا طب يعني في أي مسابقة بمسابقاتة باش مهندس يعني مثلا في أي رياضة بتسيق مثلا يقولك الفرق بين خادر الميدالية الدهبية وميدالية الفضية ثلاث نقاط في حالة صد السبب يقول فرق ثلاث سمكات مثلا يعني إيه المرجعية؟ لا أنا بحسب إزاي بقى أنا بقول أنا عشان عايز أشجع سياسة الصد والإطلاق بقول يا جماعة في أنواع معينة اللي هي سواء ندرة أو سواء أسماك رياضية أسماك رياضية؟ يعني السمكة تستمتع بالفايد بتاعها يعني أنا مثلا هديك مثال مثلا فيه سمكة مشهورة أوي في البحر الأحمر اسمها جرم البيض دي سمكة رياضية سمكة الفايد بتاعها قوي لما يجي أنا أتعامل معاها كراجل صياد لازم أكون عندي الحرافية اللي أنا أقدر أجيب السمكة طب أنا جبتها واستمتعت وحسيت بالراحة وحسيت بالإنجاز اللي أنا عملته طب ما نزلها تاني وأسيبها بقى لكريم لما كريم ينزل يلاقيها يستمتع ياخد رأس كريم يعمل عليها أحلى صريح سمك مشوي بالردة لا أسيبها بقى عشان هو برضو لما ييجي بعدها يستمتع بيها عندنا أنواع مثلا زي سمكة أبو شراع اللي هي السلفش سمكة الرياضية مش بس لها قيمة سياحية لأن في ناس بكيب لا مش فواصين الصيادين اللي بيجوا من بره يعني إحنا عندنا بنعتبر الرياضة بتاعة رياضة صد الأسماك دي دي مدخل سياحي برضو للدولة لأن في صيادين لها مريدين وليها محبين آه في ناس بتيجي من بره مخصوص عشان تستمتع بصد هذه النوعية من الأسماك كثير زي حالاتنا باش مهندس فيها بحرين ونهر آه بحر بيض وبحر أحمر ونهر هنا فدي تعتبر من المدخلات السياحية المهمة للدولة مناسبة الأنهار ضمن حيز المسابقات بتاعكم ولا بلعبكم الوحيد بيكون بحر لا في بعض المسابقات بتتم إحنا الاتحاد تكوينه والاتحاد أساساً وبعدين في بعض المناطق أوكي زي منطقة القاهرة منطقة شمال الدلتا منطقة الصعيد فدول بينظموا بطولات في النيل أوكي بس أرجع بقى للنقطة بتاعة المسابقات فأنا بقوله أنا بقى عايزة أشجع فبقوله إيه لا السمك السد والإطلاق دوت لو أنت جبت السمكة وعملت لها ريليز عملت لها إطلاق بعد الوستطاق ده أنا هديك نقطة زيادة أوكي لو عندك تنوع في الأسماك اللي أنت سدتها أنا عايزة إيس مهرتك فإن أنت تقدر تتعامل مع أنواع مختلفة من الأسماك مش إن أنت ماشي في البحر حتة الرزق ماشي في البحر فدخلت في سرب فتلاقي معاك عشر سمكات تونة مثلا نسبة برضو التونة من أقوى الأسماك في الفايد بتاعها طب فلا أنا عايزة إيس مهرتك في التعامل مع مجموعة من الأسماك على ذكر الفايد بتاع السمك جزء كبير جدا من متعة الصيد وأنا هنا بكلمك كهاوي أكيد أنا مش محترف بأي حال يعني مش إن إنت بإصطاد السمك وإنت بصدد صدها فكرة إن هي بتاكل معاك وتنقر مع السنارة والغاية لما توصل مرحلة النتشة دي اللي بيبقى فيها بقى إحساس مريح قوي اللي قاعد بإصطاد فكرة الفايدة هي دي جزئية المرضية إنجاز التعبير وبعدين أدرينالين بقى جدا 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 وبعدين إحنا أكتر هؤلاء الحراك برضو على حاجة إحنا عندنا عشان برضو نعمل تصنيف للصد الرياضي إحنا عندنا صد بطريقة اسمها الجر وصد بطريقة اسمها الجيجينج وصد بطريقة اسمها البوپينج دي أنواع الأساسية للصد الرياضي الجر بقى إلزامها لنش بقى أو مرخب أو كذا أه من اللانش تلاتة من اللانش وكلها بتعتمد على يعني دايما الصياد أقول إحنا اللي بنقول عليه الأنجلر مش الفيشرمان يعني الفيشرمان بتبقى أكتر للصياد التجاري أه طب لدي حرفته يعني أه حرفته إحنا بنقول عليه نفسنا أنجلر فالأنجلر ده هو عدته إيه؟ المكنة والبوصة أو العود واللين والسن والطعم الطعم ده ممكن يكون صناعي طبعا أو يكون طبيعي أنت في مليون مستجد في الطعم طبعا الجزء بتاع العدد كل نزابين وحنا صغيرين نصد بحاجة أسماء جباري البراغيت أه أه صغير لكن دلوقتي يبقى فيه اختيارات وحاجات مراش أول من آخر فيه تنوع طبعا وفيه طرق فيه طرق كتيرة جدا كلها بتعتمد على طعوم صناعية الهدف إن انت بتعمل استفزاز للسمكة فالسمكة تحس يا إما إن فيه خطر عليها فتبتدي تدفع على نفسها تخش تاني يا إما العكس إن فيه مصلحة وفيه أكل حينه يا إما فيه مصلحة طبع يا إما فيه مصلحة فأرجع بقى مع سيادتك لموضوع المسابقات زي ما قلت حضرتك أنا بشجع القصة بتاعت الصدو الإطلاق فبدي نقط زيادة بشجع قصة التنوع عشان أقيس المهارة الراجل الصياد في التعامل مع يعني لو جبت مثلا نوع واحد أنا بديك النقط بتاعته بيزد على الوزن تمام اعتمادا على الوزن السمك الصدو الإطلاق باعتمد على الطول الطول بتاعتك اه لو جبت نقط واحد بديك نقطه لو جبت نوعين بديك نقط في عدد الأنواع طب لو دلوقتي مش مهندس حد يعني بيتبع فقرتنا دي وراجل غاوي صيد وصيد على مزاجك العيف يعني وحب إنه يمارس الرياضة دي بشكل احترافي أو إنه يبقى بيمارسها تحت مظلة الاتحاد يعمل إيه ويروح فيه وهو مثلا مش عضو في أي نادي من الأندية يتصرف إزاي اه هو إحنا حاليا بالأندية طبعا ده بشكل أساسي آه مراكز الشباب لأنه طبعا عندنا جزء مهم جدا خاص بتعليم النشق أوك يعني ممكن نيجي للنقطة دي لو الوقت يسمح آه وعندنا ممكن برضو الهواة ممكن تحت مظلة الاتحاد بيغدوا ويشاركوا في فعاليات ومسابقات وفل حاجة لا الفعاليات لازم أندية لأنها بطولة زي أي بطولة لأي الرياضة تنج إحنا على كده عندنا منتخب بقى طبعا ما في مؤندية فيها رياضة آه طبعا عندنا منتخب مصر السيد السماء طبعا عندنا منتخب ولسه راجعين من الشهر اللي فات من السنغال كان عندنا بطولة العائلة لأن مصر برضو عضو في الاتحاد الدولي لرياضة سيد الأسماك مصر عضو في منظمتين مهمين جدا اتحاد الدولي لرياضة سيد الأسماك والمنظمة الدولية لرياضة سيد الأسماك دي يمكن أقدم مؤسسة بطرعة رياضة سيد الأسماك موجودة في فلوريدا في أمريكا اسمها الـ IGFA احنا أعضاء في الاتنين لسه كان عندنا المتخب بتاعنا في بطولة العالم في السنغالك في داكار كانت في شهر 11 اللي فات عندنا إن شاء الله بطولة دولية ننظمها هنا في الجونة جميل مع الـ IGFA مع الإكفر إن شاء الله بطولة دي هيكون فيها يمكن 15 أو نأمل يوصلوا 20 فريق على مستوى العالم من الدول العربية ودول العالمية من خلال الرياضة دي ممكن يبقى فيه تنسيق بناء جدا مع وزارة السياحة أو هي التنشيط السياحة إن ممكن من خلال ممارسة الصيادين لهذه أو اللاعبين في الحالة دي لهذه الرياضة حيبوا بيمرسوها في أماكن خلابة ويا ما أكثر يعني ما أكثرها في مصر بالضبط، وبعدين عايز أقول لك برضو الساقح الصياد مختلف عن الساقح العادي الساقح الصياد دا راجل صاحب مزاج طبعا، جاي مخصوص من دولته مصبوط، جاي هنا بياخد لانش أو مركب مع عدة مش تارجتين إن هو ياخد سمك أو يليم سمك دا دا تارجتين منها وموضوع مكلف فهو مدخل سياحي مهم للبلد طبعا على ذكر التكلفة الناس اللي تابعين للاتحاد اه من اللي بيتحمل بقى تكلفة المعدات وكل ما هو ضروري لاستخدامه في حالة الصيد هل الأندية اللي هما تابعين لها ولا دي باجتهاد شخصي ولا بيبقى فيه مخصصات من موزارة الشباب والرياضة ليكم الدنيا بتمشي إزاي؟ الأندية طبعا هي المفروض إنها بتدعم الفرق بتاعتها لكن موضوع الدعم هو طبعا موضوع أصبح مكلف جدا إيجار المركب بقى رقم كبير العدد غالية في الرياضة الأسماك رياضة مكلفة وأنواع وحدودة فيه منها برندات فيه برندات كتيرة وبرندات عالمية مكلفة فعلا مكلفة جدا فعادة الفرق الأندية بتدعم الفرق بتاعتها بس غالبا بيبقى دعم عشان اشتراك البطولة الإقامة الجزء من الإجار المنش يعني تدعمات وقتية انتقالات آه آه لكن أعتقد إن الجزء الأكبر بيتحمله الفرق نفسها أو أعضاء الفرق نفسها بتختلف بقى من نادي المادي من اللي يتقال عليه محترف إيه مواصفاته؟ آه مواصفاته إنه هو أولا عنده خبرات كبيرة في خصة الصيد آه بيمارس الصيد الأخلاقي آه طبعا آه بيحافظ على البيئة آه على البيئة هما دول الثلاث آه الثلاث عوامل الرئيسية اللي أنا أقدر أوصف بيها أن الصياد ده أن الصياد ده محترف أوكي يعني مش بس إنه هو صياد أي حد يقدر يطلع سمكة لكن مين اللي يقدر يطلع سمكة وهو في دماغه إن أنا لأ أنا بحافظ على البيئة آه أنا مش هرمي آه مخلفات 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 مش هرمي كيز بلاستيك طب لأ السمكة دي نادرة أنا هرجحها لأ السمكة دي صغيرة لأ لازم أصبتها عادتاً الناس اللي حتى غيتها الصيد وليها في الموضوع قوي حتى لو مش بيمرسوك شكل احترافي بتليهم إن أكتر الناس حرصاً على البيئة آه أكتر الناس واخدين بالهم من التفصيل بالضبط حقيقية حتى كان مصطفين حتى لو مش بيصطادوا سمك علاقتهم بالبحر عموماً غير غير بيئة الناس لأنه بيحافظ زي ما بقول حالك بيحافظ على ملعبه ده اللي نخلينا بقى مهتمين كالتحاد مصري لرياضة سيد الأسماك مهتمين قوي بالنشأ الصغير إن إحنا الولاد الصغيرين من الأول نحاول مع مجموعة من الأندية إن يبقى فيه زي حاجات تعليمية أكاديميات أو ما شابه إن إحنا الولاد الصغيرين اللي حابين الصيد من الأول نعمل لهم تنشئة على الصيد الرياضي والصيد الأخلاقي والصيد المسؤول ونحط عندهم مبدأ بتاع الـ الـ الحفاظ على البيئة نفهمهم يعني إيه تحافظ على الإيكولوجي بتاع المية ما تبقاش فيها وفضلات أو رواسب أو نرمي حاجة أو نضر بالبيئة اللي هي أساساً ملعب بتعملوا إيه بقى في حالة المصطفيل اللي بيعملوا غزو المحافظات السحلية وبالذات اسكندرية في الصيف قادمين من محافظات تانية والبعض منهم بيبقى سلوكياته في التعامل مع البحر ومع الرمل ومع البيئة اللي هو قاعد موجود فيها بشكل مؤقت تعيسة يعني إحنا ساعات بنشوف حاجات ما أنزل الله بيها من سلطان في شواطئ معينة بالذات في اسكندرية بتلاقي البحر طفي على ميته حاجات عجيبة أبقول لك عليه في حاجات منها وصل مرحلات إنه ما يصحش إنه إحنا حتى نتكلم عنها والأب ده إنه إحنا نقول إنه ما يصحش إنها تتعامل أصلاً فالسلوكيات بتاعت المصطفيل ما هي بتأثر على البيئة اللي إنتوا محتاجينها لممارسة الرياضة دي والله هو اللي حركة الحاجة إحنا ملناش دور قوي في القصة ديت إنه إحنا أكتر مهتمين بالرياضة لكن طبعاً إحنا يعني مفتحين تماماً للتعاون بقى مع وزارة البيئة مع التعاون مع الجامعات الأهلية الخاصة بالحفاظ على البيئة بحيث إنه يبقى فيه تعاون مشترك إزاي نعمل توعية إزاي نفهم الناس إزاي نعرف الناس بس لأ إن ده بيدرنا يعني مش بيدرنا أنا بس ده بيدرني وبيدر أولادي بعد كده وبيدر أحفادي وبيدر الدولة طبعاً فعندنا الحتة دي أوبن تماماً إنه إحنا نتعاون مع كل الناس في هذا الاتجاه يعني عندي في دور أعرف يعني خلفية تواجد حضرتك في الاتحاد يعني ده جي نتيجة حبك للصيد كتر موارستك لي يعني جات إزاي الحكاية دي بص أنا بسطد من مساء الثمانية وتمانين أوكي وهذاك مش من سكان مدن الساحليات القاهري أنا قاهري آه بس كانت البداية يعني صيدك نهري لا يعني أنا بتروح لبخور لا أنا رحت لبحر الأحمر على طول يعني بالصدفة كان لي عم متواجد في الغرداء في التمانينات بحكم عمل فقوات المسلحة أوكي وكت رحت عنده وهو كان بيصطد طبا فاخدني معي فابتديت أصطد من سنة الثمانية وتمانين كملت بقى لحد ابتديت أنشئ رياضة صيد الأسماك في نادي الظهور أنا عضو نادي الظهور أوكي مع مجموعة من محبي الرياضة يعني وعملنا كونا اللجنة بتاعت الصيد وعملنا الفرق وابتدينا نخش الحمد للحق أنا نجحات كويسة جدا في النادي هاي وبعد كده انضمت للاتحاد كعضو مجلس الدار طب وانتوا بقى في الاتحاد هل عندكم خطة بالنسبة بقى لفكرة انحنا داخلين على سنة جديدة فمخططين لإيه أو يعني مستنين إيه يستجد في عشرين واربعة وعشرين عشرين واربعة وعشرين عندنا حدث مهم جدا اللي بقول الحركة عليه اللي هو البطولة الدولية إن شاء الله في فبراير في فبراير الفين واربعة وعشرين كنا عملنا حاجة كده زي حاجة تجريبية السنة اللي فاتت ما كانتش مع 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 الاي جي اف اي مع الاكفا بس عملنا حاجة تجريبية والحمد لله أثبتت نجاح كبير جدا كان عندنا فرق من السعودية فرق من تونس فرق من إنجلترا فرق من إيطاليا فرق من جنوب أفريقيا فرق من لبنان كل ده اشترك بطولة فده شجعنا ونجحة الحمد لله نجاح كويس جدا ده شجعنا بقى ان احنا نعمل بقى بطولة دولية رسمية مع المنظمة الدولية الرئيسة الاسماك اللي هي الاي جي اف اي وبالمناسبة رئيس الاتحاد مهانس محمد الداح ده عضو مجلس أمناء في المنظمة الدولية يعني برضو مصر على المستوى التمثيل على الصحة الدولية على مستوى التمثيل بقى ليها طب وعلى مستوى الفاعلية والإنجازية إنجاز التعبير يعني الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك بالمقارنة بالاتحادات الموازية في دول تانية احنا وضعينا ايه احنا فين من العالم في رياضة صيد الأسماك اه لا احنا موجودين على الخريطة العالمية وعندنا على فكرة صيادين معروفين على مستوى العالم الناس كتير اتعرفهم نشارك في البطولات الدولية نشارك في البطولات بتاعة الاكفاء علاقاتنا بالاتحادات العربية والاتحادات الدولية علاقة ممتازة جدا اتترجمت بصورة مثلا فعاليات مشتركة بتنظموها معروفين ان شاء الله ان شاء الله عندنا خطة ان احنا ننظم بطولة العالم في البحر الأحمر ان شاء الله يعني مقدمين على يا ستة وعشرين يا سبعة وعشرين ان شاء الله والمسابقات بقى بتبقى جويزها عبارة عن ايه لا جويز يعني كقوس وميدليات وحاجات كده حلوة اوه يعني بطل الجمهورية بياخد كايز يانتيش شربة سيفود للصاحب البركة لا 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 ياريت والله احلامكم ايه في الاتحاد والله احلامنا اولا ان احنا نوسع برضو قاعدة الممارسة عندي اكتر تنضم لدينا الاتحاد احنا عندنا اكتر من مية او مية وعشرين نادي اعضاء في الاتحاد بس عايزين نوسع عايزين امالنا ان احنا ننشر ثقافة الحفاظ على البيئة والوعي البيئي خصوصا مع الناشئ الصغيرين اه دي يعني اهم اهم احلامنا وحضرتك على المستوى الشخصي يعني اهتماماتك اللي من النوع ده وتواجدك في مجلس مجلس ادارة الاتحاد المصري اللي صد الاسماك ما خدش بقى من جزء الهندسي اللي في حياتك ولا عادت حضرتك رجل مهندس اه خدت ولا عكس قدت لا قدت ايه اللي تغيرت حضرتك بعد يعني تجربتك حتى هذه اللحظة مع الاتحاد ومع هذه الرياضة ايه اللي استجد في حياتك لا هو طبعا الرياضة نفسها فيها نوع من انواع الريليف الريليف متنفس فانا انا ممكن لو عندي مشكلة في الشغل اطلع ثلاثة يام البحر اقعد كده بص يعني ممكن ما استطدش بس ابص للسماء كده وارجع لايه المشكلة بحال الحل جيه فالصيد فحد ذاته مريح لعصابقين لكن هم الرياضة والهندسة مرتبطين ببعض لان نهيا الرياضة فيها جزء مهم جدا علمي حم يعني لازم يبقى عندك تبقى عارف شويه حاجات علمية يعني وانت نازلت أصطاد لازم تبقى عارف درجة حيات المية كم الله وانتجاه الريح وانتجاه الريح الضغط كم لان كل العوامل ديت بتأثر على السمكة وعلى سلوكها يعني نقدر نقول باختصارا ان العالمين منفدين على مرح منفدين على مرح جميل اموان احنا ساعدنا جدا جدا موجود حضرتك معانا يعني ان شاء الله ننطقي على خير بإذن الله شكر جزيل وهم موفقين دايما ان شاء الله انا ساعدت جدا بالقامة حضرتك وبشكر حضرتك وبشكر قنادي الاهلي ان هما قتاحوا الفرصة للاتحاد المصري ان هو يعني يوضح نشاطاته وان شاء الله تم قد يتحدث ذاتها نقطة انطلاقه ويكون لهذه الرياضة النصيب في التواجد في النادي الاهلي ان شاء الله جريت شكرا يا فنم ونورتنا شكرا يا فنم طيب يا حضرات خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بقى عشان يعني نستهل تاني وآخر فقرات الحوارية خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة